قال رئيس جنوب افريقيا سريل رمفوزة انه تبادل مع رئيسة تنزانيا سامي حسن الاراء بشأن القضايا الاقليمية والقرية والعالمية ذات الاهتمام المشترك مؤكدا عزم البلدين على ضمان قدرة الشعب الصحراوي على ممالسة حقه في تقرير المصير مشيرا في احاطة اعلامية خلال زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة تنزانيا الى جنوب افريقيا على تصدي البلدين للجهود الرمية لاحباط التطلعات المشروعة للشعب الصحراوي او لتقليل مكانته داخل الاتحاد الافريقي اتيحت لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والقارية والعالمية ذات الاهتمام المشترك من بين امور اخرى اكدنا من جديد عزمنا المشترك على ضمان ان يكون شعب الصحراء الغربية قادرا على ممارسة حقه في تقرير المصير وسنقاوم اي جهود لاحباط التطلعات المشروعة للشعب الصحراوي او للتقليل من مكانته داخل الاتحاد الافريقي او للتقليل من المشروعة للشعب الصحراوي